الهدف من الموسم الاستثنائي توفير الوقت توفير الوقت حيتيح انك انت تدي فترات الراحة وتبتدي على قسس سليمة في اعداد المنتخبات واعداد الاندية كمان فكروا في حاجة موجود تناسب الموسم الاستثنائي بس اللي عايزين يسبتوها لازم يسبتوها بفكرة برضو ما تبقاش لود او عبء اضافة على الاندية واللعيبة اللي هي كاسر ربطة كاسر ربطة قال لك وانت بتلعب كاسر الامم الافريقية بالضبط او في وقت كاسر الامم الافريقية بان الله نلعبها لما احنا تأهلنا الكاسر اه يعني ان احنا المتبقيين بعيدا عن المنتخب يلعبوا يعملوا ضوء بطولة من ثلاث مجميع وليها فكر معين كده اولا تجاهز اللعيبة اللي قاعدة دي مش هتقعد ايه ده على خدها ايوه توفر ماتشاط واحتكاكات قد تفرز عناصر جديدة للمنتخبات تعمل فلوس للاندية واتنشط الحالة اه اه القروي لو انت خدت دوري المجموعتين اللي هو الدوري الاقتراح التالت اللي تقال ده قال لك ده حيخليني في اخر مايو ان انا اخلص الدور فده معناه انه حيبقى عندك وقت هايل جدا انك تستعيد الموسم الجديد وتبتديه في معاد مريح وبالتالي ترتاح في اللي جايه كله اه اتمنى ان ما نبصش لمصالحنا الشخصية شوية نبص للكورة المصرية انها محتاجة للموسم ده بلاش الكلاسيكيات اللي هتخلص علينا صحيح اه ما احنا بنقولش حاجة مش احسن حاجة طبعا لكن هو برضو في عدالة انك انت التمانية اللي فوقت نفسه على المراكز الاولى من الاول للتامن اه من الاول للتامن في دورين واللي تحت نفس الشيء اه ما فيش حيبقى ظلم كبير فيها لكن اهو موسم استثنائي وحصل قبل كده بس ما استفدناش منه للأسف اه ما استغلناهوش صح على فكرة هو يوم السبت في اجتماع لاتخاذ القرار النهائي والاتحاد او الرابطة حاليا بتستشير الاندية الرأي العام في الغالب الاندية معظمة بالذات اندية الوسط اللي ممكن تكون عندها امل في احتلال مركز متقدم وعندها تخوف من التعرض لمشاكل التهديد بالهبوط طبعا هزي الاغلبية هتفضل متمسكة بالدور النمط التقليدي اللي هو هتلعب على دورين 34 اسبوع والعكس يا سيد ابراهيم ما احنا شوفنا الاندية هتماشى كواس الدور الاولاني وتعصارت في الدور التالي انما عايزين نقول حتى للاندية دي اللي هي متخوفة من هذا الشكل الدور الصبر في صالحك مش ضدك ليه هو انت لو احتلت المركز التاسع لو انت التاسع او العاشر لو هتلعب الدور التاني بنفس الشكل ما انت هتلعب التامن اندية الاقوى منك اللي فوق منك من البطل لغاية التامن لو انت هتلعب في الجزء اللي تحت هتلعب مع مستويات اقل يعني فرص بقائك افضل ان انت تلعب في الشكل الجديد عن ان انت تلعب في الشكل النمطي من الدورين الكاملين من ال34 فبالتالي اتمنى انه ما لو تحسبت كده استاذ ابراهيم مش هنخلص لان هتلعلك واحد يحسبها بطريقة تانية انا عايز هذه الرابطة اه في كل قراراتها الحاسمة والمنظمة اه هترجع للاندية وتاخد رأيها وتعمل واللي هي هو المفترض قرارها خلاص انتو اخترتونا سبونا نشتغل وبعدين حاسبونا بالضبط ده الامل فانت لو هتشتغل بهذا الشكل لو هترجع للدور النمط ال34 اسبوع يبقى ارجوك عشان ما نكررش مشاكل الموسم اللي فات حطيلي من دلوقتي قواعد للمسافات البينية للاندية في المشاركات الخارجية يعني ما يجيش النادي الاهلي يتسوى اليومين راحة عشان رايح يلعب في جنوب افريقيا احنا مش عايزين كل حاجة يبني ان النادي اجندة المنتخبات اجندة المنتخبات اي منتخب عنده فترة محتاج معسكر في الفترة دي يبقى موجود ومستقر ومتفق عليه من قبل ما تحط يا باش مهندس عامر جدول الدور الجديد حطيلي مدة زمنية فاصلة قبل المشاركة الخارجية للفريق المصري ايا كان هو الاهلي هو الزمالك هو بيرامز هو المصري دوله الاربع عندي اللي هيشاركه خارجيا اديها بالعدل عشان لا يتقال ان انت لن نادي الاهلي قهدر حقه ولا نادي بيرامز تجامل حطيلي مسافات بينية قبل كل مباراة خارجية سواء بر مصر او جوة مصر وخليها عامة على الجميع اسمح لي عايزة في الحتة دي اشرح حاجة عندما يصرح رئيس اللجنة انه كان بيتفرج علاماتش الاهلي وبيتمنى الاهلي يخسر عشان يخلصوا من المشاكل عشان في اللي جاي ما يبقاش فيه ضغوط في الوقت هو مش لانه بيكره الاهلي رجل المفروض انه كان اهلاوي او متامل الاهلي لكن مصلحته هو كان عايز يقول كده مصلحته كرة وقتاني الاهلي ما كانش يكمل طب انت ليه بتفترض ان الاهلي والزمالك يتعصروا فيريحوكم المشاكل هو انت بتشترك في البطولات عشان الان ده تخسرها ولا تكسبها دي نقطة نقطة بقى لا تخيل الموسم الماضي يا أستاذ إبراهيم ان لو الزمالك كان كامل زي الموسم اللي قابليه مع النادي الاهلي وكان وصل للاخر كان مستحيل الموسم ده كمل صح ولا غلط صحيح يبقى كنت حتتمنى ان الاهلي والزمالك يخسروا عشان تقدر تكمل الدوري ما حدش بيحط نظام على احتمالات من هذا النوع حط النظام اللي من الاول يتحلك الوقت انه بقى في صالح كل الاندية المشاركة في صالح لان احنا نتمنى الاهلي والزمالك يلتقي في النهائي نتمنى بيراميدز والمصري يلعبوا فينر نتمنى مش نبقى بنتمنى لهم وإحنا كمسؤولين ان يخسروا ويرايحونا بس حطوا لهم المدد اللي تريحونا حط النظام السنة دي على اعتبار ان الاندية دي هتكمل ايوة ما تحطوش على اساس ان يا رب حد منهم يخرج ويرايحني صالح الكرة مصرية استحق موسم استثنائي نزبط فيه اوراقنا وبعدين الوقت اللي حيتاح بعد كده حيرايح اللعيبة المجهدة حيتيح وقت الاعداد المتخبات لاعداد الاندية بشكل علمي لعلاج المصابين بين الفترات وبعدين نبتدي دوري قوي بدايته معروفة وانهيته معروفة دون اي محاولة للتغيير الا في اطار البسيط اللي هو بيتعارض في المشاركات الافريقية مع الدوري نتمنى ان شاء الله ان الاندية او ربطة الاندية تقدر في اجتماع السابت تستقر على الشكل الامثل للدور الجديد